طب انتي بعد كده الزيجة التانية كانت بينها وبين الأولانية قد إليك لا فترة طويلة عادت فترة طويلة آه فترة طويلة قبل ما تجوزت تاني بقى وكانت ايه بقى قصة حب ولا كانت ايه التاني بقى شوفي الحز بقى بتاعي التاني كان عنده مشاكل في الخلفة وما قاليش آه ما قالش شوفتي بقى الحكاية كان طبيب كان طبيب وعنده مشاكل في الخلفة وما قاليش وما قالش وقاعد سنتين يعالج فيه على أساساً الحكاية عندي أنا كمان زي ما بنشوف في المسلسلات في الأفلاق على أساساً الحكاية عندي أنا وأنا ما عنديش حاجة لأن أنا حصل أن أنا حملت من جوزي الأولاني ويعني ما كانش فيه نصيب أن يستمر كانش عاوس يعني كانش عاوس فالتاني خبه علي أنه تعبير خبه عليك وعرفت بالصدفة كانت مشكلة فطبعاً لازم أنفصل فطب تجربتين يا صفاء يا هرابي مش قادر أقولك ما فادوكيش في حاجة فادوني أن أنا مش حابق فار تجارب تاني بقى لا 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 للرجال أنت قلت كده على فكرة لا خالص فار تجارب للرجال لا لا خالص الحمد لله على كده ربنا دم علينا الحمد لله الحمد لله طب كان فيه مشروع عاطفي بينك وبين حد من الفنانين وما تمش لا 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 خالص يعني طبعاً الفنان دايماً معرض للإشعاعات الكتيرة يوه كتير ده جوزوني كتيرة طبعاً يعني فترة من الفترات سمعنا قالوا أحمد زاكي فترة قالوا صلاح السعداني كمان دي أول مرة أسمعك لا لا سمعنا يوه كتير دي مع بعض فيش كلام لكن ما يتعداش ده بالعكس يعني ما يتعداش اللي أنا بقولهولك خالص ما ننفعش أنا وفاروق استحالاً ليه؟ طب ليه؟ مجنون وانا مجنون ما صعب لا لا احنا حلوين كده يعني عارفة كأصحاب وإخوات وزملاء حلوين يعني بحبه قوي 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 فاروق وجدع وشعه هو جدع طبعاً وكريم وأخ فعلاً عزيز